قضيلة الشيخ يتضح من سؤالي الأخ أن بعض المسلمين قد يطلبوا معرفة أسباب الحكم الشرعي وعلى له أو يعاني من ظن التناقض بين النصوص الشرعية فهل من توجيه انحيال هذا الإشكال الذي قد يغير في أذان بعض المسلمين هل من وساوس الشيطان وعلى المسلم من يسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له الحكمة لأنه يعلم ويجزم أن الله جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة سواء علمها أو لم يعلمها وكونه لا يعلمها لا يدل على أنه ليس هناك حكمة عدم العلم ليس دليلا على عدم المعلوم فعلى المسلم أنه يسلم ولا يتدخل في هذه الأمور ويشرح ذهنه في أحكام الله عز وجل ويحصل عنده شيء من وساوس الشيطان والتردد يترك هذه الأمور ما عرف حكمته هذه زيادة خير وما لم يعلم حكمته فإنه يفوض أمره إلى الله ويعتقد ويجزم أن الله لا يشرع شيئا إلا لحكمة ومصلحة ومنفع في العباد قدير بعض المتعلمين أن التسليم والتفوي الضعف ويقول نحن عندنا معلومات وقدرة ونريد أن نعرف هذا غرور ما عندكم معلومات بكل شيء وما وتيتم من العلم إلا قليلة ما عندكم معلومات بكل شيء عليكم أن تسلموا لأمر الله وأمر رسوله لأن المؤمن يجزم لأن أمر الله وأمر رسوله مبني على الشكمة ومبني على المصلحة والمنفعة كوى أن ظهر لنا ذلك أو لم يظهر نعم